بص أقول لك الحاجة النهاردة الزمالك عمل بداية رائعة في الجيم وقدر أنه هو يعود الفترة اللي فاتت الحاجة واحدة بس الروح القتلابت على العين الروح رجعت الانتصار رجع لازم لعبت الزمالك حتى مع انتقاد الناس لفريرا مع انتقاد الناس لأداء فريرا مع انتقاد الناس لشكل فريرا الفترة الأخيرة وأنه هو مش مش في كامل تركيز فريرا بتاع السنة اللي فاتت إنما النهاردة اللي لخص الموضوع كله الروح القتالية العالية جدا بتاع العبت الزمالك النهاردة اللعبة اللي كانت رجالة جدا كانوا مقاتلين في الملعب كانوا ملتزمين قوي كانوا بلعبوا لامسة واحدة لامسة ولعبة بالكتير في أوقات كتير جدا اللي هي أنا مستحوز على الكرة وما بفدهش مفيش لعب فردي مفيش كل واحد نج كله بيهين نفسه في الملعب وده هو المكسب الحقيقي وهو ده اللي هيخلي العبت الزمالك ترجع تاني عشان كده كل مرة بيخسر فيها الزمالك اللي هو من روح القتالية نقصة اللي هي ما بتاعبش بروح قتالية مش بس المدرب اللي عنده المشاكل حتى لو المدرب عنده مشاكل طيب النهاردة المدرب عنده مشاكل في التغييرات اتأخرت في كذا في كذا ممكن النهاردة اليوم الوحيد اللي هو ما قلبش الملعب مرتين ما بين زيزو وما بين مصطفى الشلبي خلى كل واحد في مكانه خلى سيف جعفر في مكانه زيزو لما سيبت في مكانه عمل اتنين أسسته جاب جول لما سيبت في مكانه بسيطة اي سهل اي فهو فهو النهاردة مألفش كتير انا اسف الكلام بس برضه عنده غلطات اني ممكن كان يدفع بحد تاني في اوقات معينة اللي هو ركبك الجيم اكتر انما في الاخر اللي رجح كافة الزمالك ايه الروح القتالية بتاع اللعيبة وان اللعيبة النهاردة نازلة عشان تكسب بتقاتل على التلاتة بونت بتقاتل على ان ما ينفعش احنا اتأخرنا قوي 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 في الاداء ده في الشكل ده عشان كده زمالك دريكس عظيم